ناقش مدير عام مديرية جنقبار المهندس مختار الشددي ومعه مدير عام شؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة يحيى اليزيدي مع ممثل مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية ومدير إدارة المشاريع بالمؤسسة مجدي ربيع ومدير إدارة الأوقاف والإرشاد بالمؤسسة أكرم دهلوس ناقش معهم تدخل المؤسسة في مديرية جنقبار ومنها تنفيذ مشروع حفر بير لمياه الشرب وتركيب شبكة مياه عبر نقطة توزع للمياه بحارة الطميسي للفآت المعدمة والأكثر احتياجا وخلال اللقاء الثمان الشداد يتدخل المؤسسة في مجال المياه مبديا استعداد السلطة المحلية في تسهيل مختلف أعمال المؤسسة مشيدا بجهودهم في توفير خدمة المياه للفآت المهمشة مستعرضا أهم احتياجات المديرية في الجوانب الصحية والتعليمية وكذا توفير مشاريع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب وتطوير القدرات القيادية للنساء